زيكم عاملين ايه؟ زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت من اكتر الحاجات اللي الناس بتخاف منها وتابد عنها الستراتيجيز لما تبص في الكلام اللي موجود عنها الفيديوهات او المقالات اللي بتعمل تلاقي الناس عندها حق لان الموضوع مش واضح فقررنا نعمل ايه؟ قررنا ننملك كل الستراتيجيز الرئيسية اللي بيخرج منها بعد كده مئات الستراتيجيز الفرعية وانت لما هالك ونقول لك ايه هم اكتر استراتيجيز تستخدمها بحيث يبقوا في دماغك لما تيجي توصل لمرحلة انت بتطلع باستراتيجية في مراحل بتاعت ان انت تعمل خطة تسويقية للمشروع بتاعك او للمنتج اللي انت شغالها ليه يبقى عندك الحصيلة دي من الاستراتيجيز من طرق او مناهج التسويق فتعرف تشتغلها هنتكلم على ايه اول حاجة خلص اقول هالك الوقت ايه هتقول لي لا لا دي قديمة دي دي معروف اقول لك لا فيها توست فيها لفة واول حاجة اللي هي ايه واللي هي content marketing هتلاقي ان كل الستراتيجيز اللي هنتكلم عليها هتبقى انواع تصويق هتقول لي بس دين كده مش استراتيجيز اقول لك لا انه هو الاستراتيجيز الاستراتيجية تعرفها زي ما قلنا كثيرا قبل كده هو النهج الذي تتخذه لحقيق الهدف والهدف هو ايه النتيجة المرجوة الاخيرة المرجو تحقيق فاحنا هنا نبص على النهج او بالبلدي الطريق مثلا انا بحب اقول نهج لي لان النهج كلمة اقدر على وصف المقصود بالاستراتيجي المقصود بالاستراتيجيز فالcontent marketing الcontent marketing لوحده تصويق بالمحتوى لوحده هناك فرط ما بين تصويق بالمحتوى وتصويق المحتوى ونخلي بالنا من الحكاية دي تصويق بالمحتوى لوحده ممكن يبقى استراتيجيز ممكن يبقى طريقة من الطرق اللي بنستخدمها ولكن في حقيقة الامر التصويق بالمحتوى وصناعة المحتوى لعشان الماركتينج هو جزء من معظم اللي لم يكن كل الحاجات اللي احنا هنقولها ده 12 نقطة اللي هنتكلم فيهم ده يمكن عشرة منهم او 11 منهم فالcontent marketing اول طيق وده ودي حكايتها ايه سريعا ان احنا نعدي عليهم واحدة واحدة سريعا الcontent marketing تصويق بالمحتوى ان انت تصنع محتوى بالهدف التصويقي تصنع محتوى تصويقي يحقق لك الهدف بتاعك اذا لما نيجي نصنع محتوى للتصويق بالمحتوى بيدا يمشي التصويق بالمحتوى كستراتيجية لتحقيق الهدف العام لان احطه للعلامة التجارية بتاعك تاني حاجة فيهم relationship marketing relationship marketing او تصويق الالاقات وده موضوع مهم جدا جدا وتكلمنا برضو عليه في عندنا حلقة على relationship marketing الواحدة احنا دي هنعملها playlist ده اول حلقة في playlist تتكلم على الاثناشر وبعدين كل الحلقات اللي بعد كده هتبتتكلم عليهم واحدة واحدة بالتفصيل ويبقى في حلقات مخصصة لو في علاقات مبين الاثنين او لغبطة مبين الاثنين فاحنا عندنا تلت حلقات معمولين اللي هما relationship marketing والtransactional marketing والعلاقة ما بين الاثنين العلاقة ما بين relationship marketing والtransactional marketing فنرجع للكلام اللي كنا بنقوله relationship marketing هو قائم على انك تنشئ علاقة ما بينك وما بين العميل بتاعك العميل المحتمل بتاعك والعميل الحالي بتاعك فإن ما يبقاش الموضوع إن هو اشترى منك وخلاص تبقى مهتمة لأمره ويبقى فيه ما بينك وما بينه relationship فيه ما بينك وما بينه علاقة إن انت بتسأله وبيسألك بتتكلم معاه وبيتكلم معاك انت بتتفاعل معاه وتفاعل ممنهج وبيتقال عليه ساعات الcommunity marketing عشان لو شفت الكلمة دي قد تبقى عارف إن الcommunity marketing هو تقريبا relationship marketing لما تبص عليهم هما الانتين واحد هما اسمين لنفس الحكاية بعد relationship marketing عندنا transaction marketing transaction marketing بنقول عليه بالعربي هو تصويق المعاملات يعني إن أنا عملت إعلان والناس اشتريت وده بيستخدموه دايما التجار والعلامات التجارية اللي عندها المنتج عمره قصير والمنتج بيباع منه كتير جدا فبيروحوا للترانزاكشنال marketing بقاش عنده حتياج إن هو يعمل relationship marketing أو قراره إن هو ما يعملش relationship marketing بس برضو إنت لو عندك منتج صغير أو عمره قصير أو استهلاكه كتير طبعا بقى مفيد جدا بالنسبة لك إن انت تعمل relationship marketing وبعدين عندنا رقم ثلاثة scarcity more وهي تصويق النضرة وهنا الفكرة برضو سريعا إيه إن أنت في تصويقك تحسس الناس العملاء المحتملين بتوعك إن الموضوع ده موضوع نادر إن الموضوع السلعة دي سلعة نادرة بالبلد كده لهو ما لحقش يشتري دلوقتي ممكن ما يلحقش بعد كده وتصويق النضرة قائم على المبدأ النفسي إن العميل يحس أو العميل المحتمل يحس إن هو في حاجة هدفوته وإن هو لو ما خدش الموضوع دلوقتي أو ما خدش القرار سريعا دلوقتي فهيبقى عنده مشكلة إن هو فاتته الفرصة فيها بعيد نفسية أكتر من كده هنتكلم عليها في حلقة scarcity marketing أو تصويق النضرة وبعد كده عندنا affiliate marketing affiliate marketing بنقول عليه التصويق المنتسب إن ده بتنتسب للعلامة التجارية دي ولما بتسوى لهم بتاخد نسبة من سائر المنتج وفيه الغالب ده ما بيقاش بيأثر على العميل النهائي فthe affiliate marketing أو التصويق المنتسب هو إن إنت تبقى strategy بتاعتك الاستراتيجية بتاعتك معتمدة على إن إنت هتشوف affiliates هتشوف ناس تنتسب إلي علامتك التجارية ويساعدوك في التصويق هل دي حاجة كويسية؟ هل دي حاجة وحشة؟ هل هي حاجة حقيقية؟ هي حاجة حقيقية؟ هل هي حاجة حقيقية؟ هل هي حاجة وحشة هنتنخج في الكلام ده في حلقتها؟ ولكن هل ده موجود موجود ومربح وفي الناس كتير بتربح من خلاله له أصول عشان يتعمل به وعشان تعرف تعمله مزبوط ولكن فيه brands كبيرة جدا جدا بتشتغل بالـ affiliate marketing وده بيساعدها كتيرا عندنا من الحاجات الغريبة وهي رقم 6 حاجة اسمها Close Range Marketing فكرة وإيه Close Range Marketing ده؟ أو تصويق المدى القصير تصويق المدى القصير ده بيعتمد على دلوقتي التكنولوجي بتاعته بتاعتمد إن الموبايلك فيه بلوتوث موبايلك فيه على واي فاي فبيصمم التصويرك وتبقى تستراتيجيته تصمم إن أنت أنا عايز أستهدف الناس اللي عايشين في المنطقة الفلانية الناس اللي بيزوروا المول الفلاني أو المحلات التجارية اللي في الحتة الفلانية أو الشارع الفلاني أو المنطقة اللي هو فيها المحل بتاعه أو الـ brand بتاعته فيشوف هو هيوصل للناس دي إزاي ويحدد وجودهم إزاي والطرق القديمة لتحديد وجودهم كانت من خلال الـ SMS من خلال الرسائل النصية القصيرة وكان بيروح للشبكات المحمول في شبكة المحمول يقولهم والله أنا عايز ناس تبقى تطورتها من كذا لكذا عمرها كذا طبعا شركات المحمول عندها بيانات العملاء بتاعها وبيحدد كل الـ persona بتاعته شخصية المشتري بتاعته ويطلب من شركة المحمول إنها تبعت رسائل للناس دي لما يبقوا موجودين في المكان ده ده كان من الـ technologies القديمة للـ close range marketing بقت الـ close range marketing لرقتي مش بس كده بقت كمان لو انت موجود في مول ما فالمول في سنسورس والسنسورس دي بتقرأ البلوتوث بتاعك بتقرأ إن الموبايل بتاعك موجود في المول فتبعت لك سائل بسرقية فيطلع لك إعلانات عنها وإشكال الـ close range marketing ممكن تتخيل إنها كثيرة جدا بعدين عندنا الـ undercover marketing الـ undercover marketing من الحاجات فيها مشاكل يعني إنها unethical إنها غير أخلاقية وإن هي لسه ما تحسش إن انت بتسوق لهم انت تبقى بتقدم لهم محتوى ومنجيبش سينة خالص إن هم يشتروا أو إن هم يبيعوا مش بنتكلم إنك عامل محتوى في المحتوى بتقول للناس والله إحنا عندنا كذا أو عندنا كذا أو عندنا زي ما حاب نقول لكم إن إحنا عندنا الكورس الفلاني أو عندنا الدورة الفلانية أخدها وإلحق الخصم اللي فيها وبالمناسبة إلحق الخصم اللي فيها لأنه هو هيخلص لإنه بيخلص ليه الخصونات دي بيخلص إزاي تخلص إن إحنا بنطور من الكورس فبنوسعه بنكبره فبالسعر بيعلم بنطور من الكورس ونفصل منه أجزاء ومنه بنوفر أجزاء أصغر من الكورس ممكن سعر الكورس الكبير يتغير لأن إحنا هدفنا الرئيسي في تنزيل سعره في الطريقة المهولة اللي إحنا نزلين بها سعر دلوقتي إن إحنا نزود الإتاحة نزود إن الناس تقدر توصل للمحتوى التعليمي بقى لخلق أسعار الممكنة وكل ما بتزيد الإتاحة وبين حاول إن إحنا نزبط السعر أكتر بحيث إن إحنا نقدر نستمر وما يبقاش عندنا ضرر مادي أو ضرر اقتصادي في الأسعار اللي إحنا بنقاملها هذه دايما الفكرة بالنسبة لنا فلما بنقول والله إلحق وساعات لما نقول إلحق ده العرض هيخلص والعرض ما يخلص في معنى كده إن فصلة كورس معينة تأخرت تطوير معين تأخر فلما التطوير بيتأخر إحنا بنكمل اليوم أو الانتين أو التلاتة اللي إحنا عاملينهم في العرض لعشان نكمله لأن الموضوع بالنسبة لنا مش سكير ستيمار مش تصويق النظر الموضوع بالنسبة لنا إن إحنا عندنا محتوى تعليمي وعايزين يزود إتاحيته للناس إنه يبقى متاح لكل الناس عارفين إن من الحاجات المهمة جدا سواء اللي بيبدأ بيزنس بتاعه أو لو أنت بتبدأ عمل بتاعك وبتتعلم التصويق عشان تشتغل عليه فعارفين مهم جدا الميزانية لو أنت واحد بيتعلم أو واحدة بتتعلم عشان شغال أو بيشتغل فعارفين إن ميزانيتك والجزء اللي تستقطعه من مرتبك ومن ميزانيتك أو من مصروفك عشان تتعلم الموضوع ده فهو مش مهم بالنسبة لك فبنحاول نحن نقلل الأسعار على قد ما نقدر كنا نقدر نستخدم strategy تانية في التسعير وفي الأسعار ولكن إحنا اختارنا إن إحنا نعمل كده فنعمم الاستفادة وتبقى استفادتنا من خلال استفادتكم زي ما احنا بنقول دايما وده مش undercover marketing undercover marketing بتشوفه على ويبسايدز كثيرة في برانز مشهورة بتعملوا يقولوا عليه native advertising نيبقى في مقالة عسلا فيقول لك والله ينستبقى أكثر عشر منتجات بتعمل الموضوع الفلاني ويبقى فيهم المنتج بتاعهم وإحنا بقينا عارفين الكلام ده فإيه بقينا بنبص والله المنتج الفلاني اللي موجود في رقم اثنين أو رقم ثلاثة ده غالبا بتلاقيه شبه اسم شبه اسم الرابط اللي انت دايس عليه بتبقى عارف ان الموضوع مش محايداوي إلا لو هو حاطب القانون بعدين عندنا ده اللي هو تصوير القضية انه انت يبقى فيه قضية ماء وده بكل كل المؤسسات الغير هادفة للربح او الجمعيات الغير هادفة للربح مش كلها معظمها يبقى ده strategy number one بتبقى ديه اول استراتيجية عنده وده لطبيعة الامر انه هو يبقى عنده قضية وشغال عليها وبيسوأ لها من تاني بيستخدم حاجات شبه كده ممكن عندنا زي نايكا ونيكي حسنا هتنطهش زي نايكي مثلا بياخد قضايا معينوية ويهتمي بيها ويسوق من خلال تغالبا ودائما بياخد القضايا المهتمة بالمرأة وريد المرأة صحة المرأة وهكذا وبيعمل القضايا دي فده اسمه cause marketing بتاخد قضايا معينة اشتغل فيها ويبقى ديك دور مجتمعي جواها حقيقي ومن خلالها تسوق للناس المهتمين بالقضايا دي او المتأسرين بالقضايا دي فده من طرق التسويق ومن استراتيجيات التسويق وبعدين عندنا search marketing search marketing SEO وSEM search engine وهنا الفكرة بتعتمد على انت بتسوق للناس اللي بتدور على الموضوع الفولاني زي ما احنا بنعمل احنا عندنا شغالين من اللي شغالين بها يمكن اتنقش معك اكتر فإحنا شغالين باي اللي احنا شغالين فيها بيها search engine marketing ان الناس بتدور على اسئلة معينة فبيبقى احدفنا دايما ان احنا يبقى لما cd ни تسأل سؤال معين فتلاقينا دلوقتي مثلا بتلاقينا في اول اربع الخمس نتائج حسب اليوم على حسب مزاج ومزاج جوجل فتلاقينا في اول 4 و5 نتائج فما هو التصويق الرقمي بلعل ما هو تصويق رقمي على يوتيوب هتلاقي نن حقق لدينا في الكثير من الاسئلة دي هو موضوع بياخد شغل. فده الناس تكون بتدور عليك. طب في ايه تاني من الاشكال لسورش ماركتنج غير الاسي هو الاسي فيه على جوجل مابس انك تروح على جوجل مابس. فعليس بتدور على محل معين على جوجل مابس. فتعمل اعلان على جوجل مابس. او على سورش انجين. اعلان بقى. ده كان ارجانيك بريتش. ده احنا بنتكلم عليه. انك تبعامل محتوى بيطلع في السورش. اقول انك انت تعلم في السورش. ان حد بيدور عليك. سورش ماركتنج نفسه كاستراتيجية تعمل في الشارع. ان انت في شارع ما في محلات كثيرة مختصة بصناعات معينة وفي صناعة معينة فيهم الناس بتدور عليها وتحط يفطى توصلهم لمحل. يفطى في اول الشارع يعني. وانس تشوف محلك وتروحه. فدي من استراتيجيات التصويق. السورش ماركتنج من اقدم استراتيجيات التصويق. وبعدين عندنا رقم تسعة. قديم برده تقدم التصويق وتقدر ان انت تتحكم فيه. تقدر ان انت تتزقه واقد. من اشهر الناس المتعمل كده. يمكن احنا ما تتكلمنش على برانز كثيرة هنتكلم في كل حلقة بتاعت النوع ده من التصويق. والاستراتيجية دي من التصويق على مين البرانز اللي عملت حاجات شبه كده ولكن في الجو برو الكاميرات الجو برو كانوا لكحين جدا جدا في ان هم يعملوا كده وهم عملوا ايه هم صوقوا بالمحتوى بتاع الناس فلما بيشتري كاميرا ويعمل المحتوى ويصور بيها شيء بدأوا يصوقوا من خلال الناس بتصور ايه والمقاطع الفيديو اللي الناس بتصورها وكانت استراتيجية نجحة جدا جدا بالنسبة لهم وبقى حتى في ستايل تصوير اسمه جو برو وهو طبعا نجح نجحوا في تصويقهم لأسباب كثيرة تتعلق بحوالي ستة قوانين او سبع قوانين من اتنين وعشرين قانون من قوانين التصويق الوردوف ماصر اللي هي كلمة الفم التصويق كلمة الفم او انتشار كلمة الفم انك تشتري حاجة فتعجبك انك تشتري كورس فتروح تقولي الناس والله كورس ده حلو روحوا وخدوه وبعدين عندنا رقم اتناشر التصويق المختلف عليه تصويق الاشياء المختلف عليه انك تعمل احتلاف غير ما نسقل حد باسمه ولكن في الورطن العربي عندنا دلوقتي في اتنين تلاتة ممثلين مشهورين كده بالاسم يمكن ممثلة بيعملوا ده على طول هو شايف ان هو بيسوق نفسه كده بياخد متائج بياخد اقترادات الناس ودعويهم برضو نازمة الدايق اللي هو وهي بيعملوه ولكن من طرق الماركتينج واسمه كونتروفيرشل ماركتينج وده شكل من اشكال والشكل تاني الموجود على التصويق الرقمي انك تحط بوست او تعمل فيديو او تعمل مقالة في موضوع كونتروفيرشل عليه اختلاف يستخدم الاستراتيجية دي على تويتر يسأل سؤال عليه اختلاف ويقول هل توافق او اعترض او اي سؤال من الاسئلة اللي شبه كده ويسيب الناس بتكلم ساعات كثيرة بديبقى ده مشكلته بالنسبة لنا الحركة تويتر بالذات انه ممكن يساعد على ما نشر معلومة غلطة لان لو العقل الجمعي لمتابعينك على تويتر اجتمعوا على شيء فالناس بتاخد ده كريفرنس بتاخد ده كاجابة بتخلي بالك دايما انك يتوضح في الاخر بتعمل تويت تانية توضح فيها الاجابة او لما تعمل الحاجات الكنتروفيرشل المختلف عليها متكنش في معلومة تؤثر على تعلم الناس او قوة تعلمهم او تطورهم في مجالهم وانا طبعا بتكلم على حاجة معينة شفتها تفناها قريب وعلقنا عليها على تويتر نزعجنا شوية من طريقة السؤال مع كامل احترام طبعا اللي عملوا كده نفس يعني احنا بنحترمهم ولكن ما عجبناش اللي حصل هنعمل ده باول فيديو في التليلاست وبعدين الحلقات اللي بعد كده هنرتبها بحيث نتكلم فيهم على الاثناشر موضوع بالتفصيل بحيث تزود الحصيلة اللي عندك من الطرق ويبدأ ابداعك خلي بالك ما تحددش نفسك بالطرق دي فممكن تمزج ما بينهم ممكن تطلع طريقة ما بين الطرق دي لما تفهم انواع الماركتين دي تطلع او تطلع طريقة مشتركة ما بينهم او تحقت اكتر من هدف فيهم ويبقى فيها العناصر اللي كلمنا عليهم المرة اللي فادت لهم عربع عناصر لازم يبقى موجودين في اي استراتيجي فنشوف مين فيهم بيحقق الاربع عناصر وممكن نعرف منهم احنا نفسنا بنستخدم ايه وبنوافق عليه احنا نفسنا بنستخدم كونتنط ماركتيني طبعا زي ما انتوا شايفين بنستخدم ماركتين تطلع زي ما انتوا شايفين الword of mouth marketing من الحاجات التي انا نشغلين عليها انا نعملها قريب والrelationship marketing منحاول نعمله دايما من خلال خدمة العمل بتاعتنا او الpage اللي عاملينها او الجروب اللي عاملينها او التعاون مع الناس مش عاملين transaction marketing بنبدا عنه شوية لان relationship marketing بالنسبة لنا او community marketing بالنسبة لنا مهم جدا واهم حاجة عندنا content marketing لان الناس اللي بتيجي تاخد مننا خدمتنا سواء كانت تصويقية او خدمات تدريبية اي انها تدريب على التصوير بجي عايز ياخد المحتوى بتاعنا عشان هو عجبه احنا بنقول ايه عجبه احنا بنفكر ازاي عجبه احنا بنتكلم عليه فمهما ان كانت المنافسة مهما طلقت ناس عملت مشاكل في الاسعار او في التقديم فاحنا لانا نتضرر كثير لانا نتضرر بالسور ان احنا موجودين في السور عم تحصل فيه مشكلة لكن درجة تضررنا اقل لان احنا بنحاول دايما في الاستراتيجيات بتاعتنا نبعد عن المنافسة فالانا نتضرر بيها وبنختار على هزا الاساس الحمد لله المنافسة ضعيفة والنسي اللي تقدم محتوى شبه يعني محدش مثلا عامل بجمع كده الاثناشر حاجة اللي احنا نتكلم عليهم دول ولا حتى في كورساتهم واحنا طبعا خدنا كل الكورسات وشفنا كل الكورسات انه يسرد الانواع دي ويبدأ يورهالك انها استراتيجية انت تقدر تستخدمها وتبدأ تفهم يعني ايه استراتيجي ويعني ايه استراتيجية محدش عامل كده ليه؟ يعني مش عايزين نتكلم علي حد ومش عايزين نتهم ايه حد بتقصير في العلم او جهلة او شيء ولكن مش معمول يارب يتفرجوا علينا ويعملوا ويقلدونا دايما بيعملوا ساعات ودي حاجة برضو ما بنسعلناش تفرج على البلاي لاست دي اعمل لايك للفيديو لو ما رحتش تفرجتها على ما تستغربش ويتفرج على ما تستغربش احنا موقفين الحلقاتين اللي فاتوا هنبدأ نعمل حلقات مختلفة شكلها مختلف ومضمنها مختلف وتقدمها مختلف فهتلاقي فيها فايدة مختلفة ان شاء الله احسن وبنتور منها لو ما رحتش الخصم زي ما بنقول تحاول انه اكيد الخصم ده هيتغير وبالفعل السعر رفع وهيرفع تاني والخصم قل وهيقل تاني فالسعر طبعا متحركش كثير هتحرك حاجة بسيطة لكن السعر هيتحرك تاني والخصم هيقل تاني فالحق السعر دلوقتي لان الكورس يفضل بتاعك كل التعديلات والتطويرات والتحسينات اللي احنا بنعملها في الكورس وتفضل بتاعتك الكورس بيبقى بتاعك مدى الحياة كل ما بنطور حاجة او نص الحاجة او نزود في موضوع او نطور وفي موضوع احنا رسا عندنا تطوير حلاص بينزل النهاردة او بكرة في جزء بتاع الستراتيجي كل الناس اللي اشتريت قبل كده الجزء ده عندهم وبيقدروا يستنتعوا بها حتى لو كان اشتريها من سنة او اتنين فالقيمة بالنسبة لنا ممتدة لان احنا في الاخر relationship marketing community marketing مهمين جدا بالنسبة لنا وبالحاول ده اللي احنا نعمله معاكم فننشئ community ونكون مؤسرين فيه ونقدم قيمة حقيقية للناس شكرا لحسن استماعكم وتعال اقول لك حاجات تانية في الحلقة اللي جاءت